شكراً لنا خالد من تواجده في منطقة التسريج هذه المنطقة هي أول منطقة يصل إليها الخيل استعداداً لإخوض غمارة تحديات منطقة التسريج تعجب المشاركين في هذا السباق بطولة دبيك حيلة كلاسيك على مسافة الميل وربع الميل أسماء لامعة أسماء مميزة تشارك في هذا السباق لو تابعنا أيضاً هذا المشهد هنا في منطقة التسريج نجد أيضاً بيغ أن ريتش وأيضاً نجد كما نتابع كالتيرال هذه الفرس الرائعة ومانارك وأيضاً إتس فار فروم أوفر وكذلك رازق هذه الخيول المتواجدة في هذه المنطقة أيضاً تواجد للمرة الأولى من أيضاً بطل الخيول العربية الأصيلة وأحد أبطال الخيول العربية الأصيلة متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة أولى فايلانت بوي كما نتابع أيضاً مشاركة مميزة لهذا الجواد وحاضر أيضاً من عدد أربع انتصارات متتالية في سباقات الخيول العربية الأصيلة في أمريكا نتابع أيضاً تواجد فايلانت بوي هنا في منطقة أيضاً السادلينغ والمدربة إليزابيث تحاول أن تسرج هذا الخيل ودائماً ما تحرص إليزابيث على تسريج خيولها بذاتها وهكذا تطمئن على سلامة الخيل وجهوزيته بشكل تام نتابع هدوء فايلانت بوي في هذه الأثناء مستعد بشكل كبير للمشاركة وأيضاً لديه العديد من المشاركات وسبق أنفاز في سباقات من القروب 1 وكذلك القروب 2 والقروب 3 ولهم مشاركات مميزة في تحديات المضامير سواء المضامير العربية في دولة الإمارات أو في الولايات المتحدة الأمريكية نذكر المشاركة الأولى لها لفايلانت بوت في الإمارات مرحباً لدبي ريسينغ مرحباً مرحباً هذا هو أولاً في دبي نعم ماذا تعتقد بالدير؟ حسناً حصل الهوض هو السحق بانتوت؟ أعتقد بأن السحق بانتوته بانتوته ولكننا لم نتعتلم به هم من هذه المجاركات لذلك لا يوجد من إنسان ظهرنا كيف كان المشاركات الأنفذية؟ هل تستحق في الهوض؟ جيداً جيدًا جداً 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 ممتspeedة عامة сегодня؟ نعم جداً والممتتوقع؟ نعم جداً 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 أن نتكون هناك كلهم كان جميلة وحقاً مرحباً. تخبرني عن المسارة للتحرق. المسارة؟ أعتقد أنه مقابل جداً مع ما يتحرق في ترشيل الأنسان وممقابل جداً. أعتقد أنه مقابل جداً مع ما يتحرق. ما تقولينه للجوكي جول رزاليو؟ لقد قمت بإمكانه فيديوات عن كيف يساعد. ومع ذلك لديه طريق مرحلة مختلفة. يأتي من قليلات من قليلات من قليلات. وهذا هو مقابل. شكراً لك. لقد قمت بإستخدامه. شكراً لك. شكراً لك. منافسة ساخنة. منافسة مميزة من قبل جميع المشاركين في هذا الشوت. خمسة عشر خيلاً عربياً أصيلاً سواء من ناحية الخيول أو الأفراس. متواجدين في هذا الشوت. دبيك حيلا كلاسيك على مجموع جوائز. تصل إلى مليون دولار أمريكي. خالد في منطقة التسريج كما نتابع. الجميع مستعد. الجميع متفائل. والجميع على أهبة الاستعداد لانطلاقة الشوت الوحيد. المخصص للخيول العربية الأصيلة. في الليلة الأغلى عالمياً كأس دبي العالمي. متفاضل خالد.